أهلا بكم الجديد جيل جديد من الإرهابيين يطفو على السطح ويهدد العالم بهجماته المتكررة وطرق انتهاكاته البشعة جيل ينتمي إلى داعش يعتمد على الغاية تبرر الوسيلة الإجرامية هجمات باريس الأخيرة وفق صحيفة الواشنطن بوست سلطت الضوء على صعود هذا الجيل من الإرهابيين جيل لا يعترف بالفرق بين جريمة المنظمة وتطرف الديني يسخر أفراده المهارات التي اكتسبوها مسابقا في القيام بالعمليات الإجرامية وخرق القانون لخدمة أهداف داعش وفي خطوة لدعم هجماته يقوم داعش بإنشاء جيش من الموالين له داخل أوروبا يشمل عددا كبيرا من قطاع الطرق والسجناء السابقين وذلك في مؤشر على تحول طبيعة التطرف في حقبة الخلافة المزعوبة التي أعلنها داعش بدلا من تخلي المجندين جذد بالتنظيم عن حياة الإجرام وطي هذه الصفحة فإنهم يعمدون إلى استغلال مهاراتهم الخارجة عن القانون لتمويل شبكات التجنيد وتوفير مصاريف سفر المقاتلين الأجانب بما أن ما اكتسبوه من إجرامهم في الماضي يجعل بإمكانهم الولوجة بشكل أسهل للمال والسلاح وهو ما يشكل تهديدا من نوع جديد بالنسبة للسلطات الأوروبية بحسب مقال واشنطن بوست قبل أن يبرز عبد الحميد أبا عود بصفته المشبه الرئيسي وراء تنفيذ هجمات باريس أشهر الماضي ارتبط اسمه بشبكة من الوصوص المتطرفين وهذه العصابة تضم شبابا كانوا مستعدين للذهاب للمشاركة في القتال بسوريا والعراق كانوا يعترضون سبيل السياح وينهبون ممتلكاتهم ويقومون بالسرقة داخل المحلات التجارية الصورة التي تتجلى الآن فيما يتعلق بآلة داعش في أوروبا تشي بأن التنظيم يختلف عن تطور القاعدة التي اعتمدت بالشدة في السنوات الأولى من تأسيسها على مجندين من المتطرفين دينيا ورعاة أجانب أثرياء وعلى العكس من ذلك فإن مجندي داعش يستخدمون مهاراتهم الإجرامية لتمويل التنظيم أبا عود قام بعدد مع جرائم طرد من منزله في سن السادسة عشر أصبح متطرفا في عام 2013 وذهب للقتال في سوريا لكن حتى خلال عودته القصيرة إلى بلجيكا بعدها بعام ظل يرتكب جرائم السرقة ويوضح المسؤولون أن الشبكة الإرهابية التي كونها أبعود في باريس كانت مختلفة عن عصابته في بلجيكا التي كانت ترتكب جرائم صغيرة ولم تنفذ هجمات في أوروبا بل قامت بتجنيد مقاتلين ومولت عمليات نقلهم إلى الشرق الأوسط الصحيفة أيضا كشفت أن مسؤولا فرنسيا على الطلاع بالتحقيقات التي تتم بشأن هجمات باريس أكد أن التجريحات الطبية كشفت وجود مادة الكيبتاجون المخدرة داخل جثة عدد من منفذي الهجمات ترجمة نانسي قنقر